اشتركوا في القناة ان كان للخارج وان كان للداخل بالداخل يمكن حكي عن الحكومة حكي ايضا عن الثلث المعطل وحكي ايضا عن دعاة فرض الفصل السابع في لبنان وقال لهم انه هذا الامر قد يقود الى الحرب وانه التدويل قد يؤدي الى الاحتلال فلا يمزحنا احدهم في هذا الامر ليش البعض اعتبر كلام السيد حسن نصر الله وكأنه تهديد مباشر هل هو تحذير مبطن اليوم لكل التدخلات الخارجية ومنها التفاهم الفرنسي الامريكي لا بعتقد امور عم بيرد على بعض الجهات المحلية اللي حكيت بالتدويل ما الى علاقة بموضوع لانه اصلا القوى الدولية تدرك تماما انه اللي عم يحكوه القوى الداخلية بموضوع التدويل ما بيركب على اسأدها لانه وقت بتحكي تدويله تحت الفصل السابع يعني عم بتحكي بانه فيه تدخل بدو سير بلبنان تدخل عسكري الفصل السابع شو الفصل السابع الفصل السابع بيفرض اعتماد اعمال عسكرية للتدخل ولكن عندما ترحت هذه الفكرة استيستار ترحت كمؤتمر دولي مؤتمر دولي شيء وفصل السابع شيء وانه والله بتتداعى مجموعة من الدول او الامم المتحدة ترعى صح ايضا اللي ترحوا بتجارك الراعي ترعى مؤتمر دولي للبحث في اسبيل لبناني بس التدويل الازمة تحت الفصل السابع هذا هون الهاده هذا اللتي تصير الموضوع انه 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 انت اعتبرت حالك انه امام بلد خلص منتهي منهار في قوى متنازعة عسكرية وغير عسكرية في مشكلة كبيرة يعني في حرب او في حرب اهلا انه ممكن يقدق الى حرب هيدا الموضوع هذا التدخل الاممي اللي هو بسير بسير الامم المتحدة سلطة يعني البلد كله تحت سلطة الامم المتحدة بقوة بقوة السلاح هذا اللي عم يحكوا بهذا الموضوع انا برأيه منهم واقعيين لانه ما بتزبط ما فيك تأملي تدويل الازمة اللبنانية تحت الفصل السابع بعدين لشو التدويل ما فهمت ما فيه دول فيه مشكلة يعني بنتيجة اليوم بيكون فيه استعصاء بالوصول الى اي حلول اليوم داخل البلد بس انه الحل مش هاك مش خارجي يجب أن يكون انا برأيه هو اللي عم ينطبخ القائم هلأ في المبادرة الفرنسية في الاجلسات بين الامريكان والفرنسيين ما بعرف شو صارع شو تفاهموا انه الامريكان يعني حتى عم ينحكى انه اعطوا الفرنسيين الصلاحية بانه يتعاطوا بموضوع لبنان ويحلوا العزم اللبناني ما انطلاقا من المبادرة الفرنسية فيه التحرك العربي يعود السفر السعودي زيارة وزير خارجية قطر للبنان اليوم زيارة الرئيس حليلي لقطر ويمكن يروح على الكوات البيانة الفرنسي الامريكي الشهير حول موضوع لبنان الوزيراء الخارجية يعني كل هذه مؤشرات تنم عن تواجه فيه تواجه جدي هلأ بطيء او مش بطيء يعني فيه للموضوع الأزمة اللبنانية موضوعة باتت موضوع حاليا تحت المجهر على امل انه تكون البدايات باتفاق قريب على حكومة طب اليوم بيصحية هذا هو الموضوع الاساسي اليوم بظل هذه الاجواء المتشنجة والمشحونة والمواقف وخصوصا ما اطلقه الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط وقبله ايضا يعني الفيديو اللي تسرب من رئاسة الجمهورية يعني بظل كل هذا التشنج برأيك نحن امام مشهد لتشكيل الحكومة ام نحن امام ازمة مفتوحة بهذا الموضوع هذا فيه مما لا شك فيه فيه ازمة ساقها ساقبات المستحكمة بين الرئيس الجمهوري والرئيس المكلف فيه ازمة لكن البلد ما لازم توقف عند هذا الموضوع بالاخر بدأت تشكيل الحكومة خلافة لكل الاعتقادات وكل البلد تشكيل الحكومة بدلل انه سيد حسن نصر الله مبارح قال انه الجميع يريد حكومة وانه جميع لهم مصحة الف حكومة هلأ كلهم بدلوا حكومة الخلاف هو على هذه الحكومة وطبيعة هذه الحكومة وحصص في هذه الحكومة وحتى قال سيد حسن نصر الله انه من غير المنصف تحميل مسئولية عدم تأليف الحكومة لرئيس الجمهورية كلهم تارفي له لانه مش يعني واحد يكون ينزل الأمور بنظرة وقعية الكل مسئول ما حدا بتحمل مسئولية يبكي واحد بتحمل مسئولية اكتر شوية من التانية بس كلهم مسئولين عن اعاقة تأليف الحكومة اه بنسب متفاوتة يعني لا لانه كل واحد منهم عم يرسم على هذه الحكومة ما يمكن ان يفيدوا للمستقبل صح وبتعرف انه هاي الطبقة السياسية يعني ما حد في سئة فيها نهائيا الناس يعني محملتها كل مسئولية كل اللي حصل بالبلد واذا بك يعني اذا راحينا عن انتخابات بهذا الجو يعني ما في فريق سياسي مرتاح راح او راحي راحي حقق النتائج المطلوبة بي او اللي بيرضيها بهذا لذلك هاي دي الحكومة هي حكومة انتخابات وحكومة اصلاحات او اصلاحات بالدرجة أولى وسمى انتخابات صح الاصلاحات يعني هاي دي مطلوبة داخليا وعربيا ودوليا تأخيرها عم بيخلي الازمي تصير مستعصية اكتر والانهيار يزيد اكتر لكن انا بقلك ما حدا سيسمح بانهيار لبنان هلا نحنا عايشين هاي دي صارت اليوم مقولة ولكن مش الكل بيوافقوا علي لانه لبنان نهار يعني احنا عايشين باوضاع نحنا عايشين صح متردية جدا يعني اكتر من هيك شو بدو يسير انهيار لبنان بالكامل انهيار لبنان بالكامل ممنوع يعني ودهي على الفوضى لبنان في مصالح سياسية او في قوة اللي عم تتعطى معه الى مصالح سياسية مثل عم تلبي يارده بشد هون لا اخذ هونيك عرفت كيف ما بينهار لبنان بلحظة اللي بيبدو ينهار فيها لبنان بيشعروا انه في نهار دوري بيدخلوا لايعطوه ابرة انعاش في انتظار الحلول انه فيش يعمل راسها من المنطقة اهم بكرر بريح التعى هاد المقابلات انه وقت اللي وقت اللي وصلنا لمحل انه الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان صار راح يضبحل بعد في 300-400 مليون بلحظة خلقوا مليارين اي او جد صح ما هيدا كمان هيدا اسئلة يعني هيدا سؤال وهلا اذا بدو سير انا بقلك هلا ما في رفع دعم ولا راح يصير رحمة دعم اذا بدو سير شيء من هذا الموضوع راح يخلقها مليارين تنين او نين بس يعني السؤال ببنان انه ممنوع ممنوعين هار البلد هيدا البلد في قوى الدولية كمان ركبت علي مصالح صح جعلته رائز جسر لمصالح الى في المنطقة طيب بدنا نضل مع تمدين بس احنا على هذا الموضوع هادي الدول بتنازع في مبايدة بتتعارك مع الحزب الله والمحور الذي ينتمي اليه بتتعارك مع هزي الفريق السياسي او زيك او بتخلي القوى السياسية تشتبك في مبايدة وتتعارك ويختلفوا على الحكومة وكذا بس بلحظة ممنوع ممنوع يسقط البلد طيب ولكن هيدا الازمة يعني قديش ممكن تقدر تطول قدي المواطنين بعد قدرين يتحملوا يعني انا برأي كان المتوقع انه هذا الشهر هذا الحكومة بعد في بعد خطاب الرئيس سعد الحريري شو يعني خطاب الرئيس سعد الحريري عفكرة ما اقفل الابواب خلافة لكل الاعتقادات اي واكد انه رح تتشكل حكومته اه اكد وبرح سيد حسن بقول على ثلاث لآت اي ولكن في لآت ثلاثة يعني حددوا عن الرئيس سعد الحريري انه لا ثلاث معطل لا 18 وزير وحكومة اختصاصيين غير حزبيين هلأ حكومة 18 وزير ممكن ممكن يلتقى لحل 18 او 20 بلتقى لحل ولكن هيدا مشكلة حددها من اصر بعبدة وهون صارت كمان في مشكلة اكبر انه في حال سيتم التراجع عن 18 وزير بتعتبر انه تنازل من الرئيس الحريري وفي حال يعني تم التنازل انه رئيس الجمهورية ما تكون 20 وزير كمان رح تعتبر تنازل من الرئيس الجمهورية لا بالاخر كمان هلأ كيف الوقت الفيديو المسرب مين بدو يطال عند مين او مين بدو يحكي مع مين يخطئون عندما يكتقفون عند هذا المدون يعني يعني لا رئيس الحريري اذا تنازلوا قبل بعشرين يعني تنازل شوه القصة اللي انه بالاخر بده في حكومة هو رئيس حكومة ولا رئيس الجمهورية اذا تنازلوا قبل ب18 من هال مشكلة انا في رأيك برأيك ولكن ما عم نوقف عندها يعني لا لا بالاخر بالاخر اذا هني مكفي اذا بدوا ضلوا ياخدوا البلد على محلات خطرة لا لانه بيعتبروا عفوا ولكن بيعتبروا انه في حال صارت الحكومة من 20 وزيرين حكما اخدوا التيار الوطني الحر او فريق رئيس الجمهورية الثلاث المعطل وهو ما بدوا يعطي الثلاث المعطل ما لازم يكون فيه ثلاث معطل لحدا طب اذا بصارت 20 وزير حطما اصلا كل المعلومات تشير الى انه الحكومة ستكون ستة بستة بستة يعني 18 لا سلثة معطنا لأحد يعني 18 حتى لو صارت 20 ما راح يكون فيه ثلاث معطل انا اعمل لك ممنوع حدا يكون عنده ثلاث معطل منرجع نكرر تجربة الوزير الملك اذا كان هذا الصور المعطل صافي صافيا من لون واحد ممنوع لانه هاي دي الحكومة بس تحطي فيها خصوصا بهذه المرحلة الصعبة والمطلوب منه انه تعمل الجهود جبارة لتعمل اصلاحات وكذا وقت تحطي فيها عنصر تعطيل للحكومة معنات راح تفشل هاي دي الحكومة ليش بدنا نسميه عنصر تعطيل اليوم هني عم بيقولوا لك انه ما بقى عندهم اذا بدنا نقول الثقة بالرئيس سعد الحري وعن بيعبروا عنه يعني وقالوا انه لو بده كان يفوت بالاصلاحات ويمشي بالمشاريع الاصلاحية كان مشي بالحكومات السابقة فهني ما عندهم هذه الثقة حتى بالحلفاء ايضا مع حزب الله هني بيعتبروا انه كمان منهم ضامنين حزب الله الى جنبهم رغم كل التطمينات اللي اعطاهن ياها السيد حسن نصر الله بيعتبروا انه هاي دي اخر فرصة اليوم لتطبيق الاصلاحات مين الفريق رئيس الجمهورية طيب لاش فريق الجمهورية بدوها معتبر حاله انه عنده وكالة حصرية بالاصلاحات مش الاخرين لاش الاخرين ما بدون اصلاح بالبلد يعني اذا بدنا نفطل دعك معنات يعني انه رئيس الجمهورية وفريقه وحلفاء انه بدون اصلاح والاخرين ما بدون اصلاح لا الاصلاح مطلوب من الجميع والرئيس عدد حرير بيقول انه هني عطلوا له الاصلاح يعني هيد التراشق هذا بالاخر ما عيش في ملعب الاخر هذا الترف الخلاف السياسي والتنافر والتناحر هذا زمن ولا هذا زمن ولا يعني هني انه هلأ بموقفهم مش عم بيعاقوا تأليف الحكومة في البقابة الرئيس الحرير يعني فيه احيانا بتحس فيه بعض المغالات في تفسير الصلاحيات بموضوع تأليف الحكومة يعني رئيس الجمهورية بس عم بعم يعني يذهب بعيدا بتفسير كلمة تشكيل الحكومة انه هو يشكل حكومة بالاتفاق او رئيس الحكومة المكلف يشكل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية كلمة بالاتفاق صح عم تحمل مضالين عدود هذه الكلمة الاتفاق كيف شي طبعا رئيس الجمهورية بموقعه حكم بيكون كيف بدبون حكم بتأليف الحكومة او بغير تأليف الحكومة معم يقدر يكون حتم عن ذو صلاحيات رئيس الجمهورية لاحظة لأ فيه صلاحيات يعني حدي المقولة انت بيخدوه انه راحل صلاحيات رئيس الجمهورية بعض ما الصحيح هذا الحكاية رئيس الجمهورية بغي ان يتعاطى بتأليف الحكومة من موقع الحكم من موقع ان ينظر مصلحة البلد انه بيجي رئيس المكلف بيقدم له تشكيلة حكومية بيدرسها هو اياه بيختاروا الافضل للبلد والافضل للمواقع والوزارية المطلوبة لشكل حكومة فاعلة تشتغل مزبوط مش انه انا بدي حصة وانا بسمي وزارة المسيحية رئيس الجمهورية مش طرف ليسمي الوزارة المسيحية مثلما الرئيس الحريري ما لازم ان يكون طرف ليسمي الوزارة السنة بس هو عم بسميهم عم بيحكي انا بالمبدأ بالمطلق يعني ايه ولكن الوقائع غير ذلك هالي بدي يقولك انه عم بيغلطوا همني كلهم عم بيغلطوا يعني رئيس سعد الحريري كمان رئيس سعد الحريري بطريق التأليف للحكومة كمان عم بيغالب الصلاحيات هونيك عم نقول انه عم برئيس الجمهورية في موضوع بالاتفاق عم يذهب بعيدا لانه بالاخر في حدودة في صلاحيات دستورية لرئيس الحكومة المكلف لا تشكيل الحكومة كمان بكنت رعوله اياها كمان هو رح يقلب حكومة هو يكون رئيسها فإنه الحق متقدم اكتر بموضوع اختيار هزي هو رح يكون مسؤول عن ناجحة او عن فشلة ولكن بالمقابل هذا الرئيس المكلف كمان بديوا راعي بتأريف الحكومة التوازنات عم براعيون للتوازنات لحد ديت هلأ فيه لا فيه بعض فيه سغرة انه حكي بحكومة اختصاصيين اي اوكي تكون حكومة اختصاصيين بس بدي تكون الى مظلة وفاقية لو جبتم مش حزبيين بس القوى السياسية وحتى الطوايف بالبلد بدي تكون راعي لهذه التركيب الحكومية لاي لانه الطائف حكي بسلطة الجامعة السلطة التنفيذية الجامعة اللي اناطى بمجلس المزراء اللي يراعى فيها تمثيل كل المكونات اللبنانية من طائفية وسياسية ما فيه يعمل الرئيس اقول حليلي انا بدي اعمل حكومة بجيب الوزير بدي اياما بدون يستشير مع الاخرين هو عم يستشير بس فيه ناس يستشاروا وفي ناس يستشاروا صحيح دهي يعني عم بيطالبوا بمعايير واحدة بده كمان ياخد بالاعتبار انه انا هذي الحكومة اللي بدي شكي لو بده تاخد بالنهاية عفوا سئة مجلس النواب اذا ما اخد سئة مجلس النواب بتسقط لذلك من الطبيعي انه انواع ياخد بالاعتبار التوئيع اصلا التوازن تحقيق التوازن في التمثيل خصوصا اذا كان مراد تمثيل يعني هذي الكتل النيابي اللي سمته بالاستشارات لرئاس الحكومة طب اليوم فيه تصلب يعني وخصوصا بالموقف الاخير اللي له باربعة عشر شباط كان فيه تصلب بالمواقف ورمى الكرة عند رئيس الجمهورية يعني اما اليوم ان يأتي الحل من قصر بعبده او هو ماشي بثلاث لقات الثلاث لقات انا برأيي هذا الكلام ما بيودي لمحل الكلام المحقيقي هو التوازن عفوا هو التوافق بين الجميع على تأليف حكومة يجيبوها حكومة اختصاصيين من كل ال من كل ال يعني كل ال بتمثل الكل ايه وخصوصا انه البلد فعلا بحاجة لحكومة من هالنوع يعني اذا تشكت هذه الحكومة لازم تنعطى يعني الدعم والحرية كافية لتنفيذ الاصلاحات اللي ودي بالمبادرة الفرنسية واللي هي بالاخر في مضمونة تتصب اتفاق الطائف فيه اشياء فيها ما تتصب اتفاق الطائف اكيد بغض النظر انه القوى السياسية هلأ ما يبلع انتخابات يروحوا يشتغلوا انتخابات ويتركوا هذه الحكومة تشتغل يفصلوا ولا يحاولوا يستغلوا هذه الحكومة لغاية انتخابية او ليكسب انتخابي لانه اذا رح يعملوا هايك هذه الحكومة انا بقول لك من هلأ بتفشل اذا بدوا ينعمل على الاستفادي من الحكومة ومن ما ستقوم به من اجراءات من اصلاحات لتحقيق قسب انتخابي رح تفشل هذه الحكومة مطلوب هلأ حكومة تشتغل اصلاحه بس روحوا سياسيين روحوا تقلوا سياسيين روحوا لانتخاباتهم روحوا يشتغلوا انتخابات لانه اليوم كل الكل عم ينزل هلأ من اياره طالع يمكن بلشوا كمان حملات انتخابية هلأ لا يا طالعب فتنا صلنا على مسافة سنة من الانتخابات لانه اليوم الكل عم ينظر الى هذه الحكومة بنظرة مستقبلية يعني هي رح تحضر للانتخابات النيابية هي رح تحضر للانتخابات الرئاسية هي حكومة الاستحقاقات اليوم حتى البعض يتخوف انه في حال صار فراغ رئاسي هذه الحكومة هي من سيتولأ حكم البلد بالنتيج هي القصة في بعض القوى السياسية من دون ان سمي عقدي بالاعتبار هذا الموضوع وعم بيبشرونها ببعض الملامح وبعض الممارسات انه اه ما في مانع انه تأجل الانتخابات النيابية ونمدد للمجلس هذا هرطأ هاي ده هذا هرطأ مع العلم انه عملوها يعني في السابق ولكن ما بيعتقد انه الجو بيسمع بهذا النوع من التأجيل تأجيل للانتخابات النيابية اه لانه البلد في كارسي ما بيتحمل اه تأجيل اعادة بناء سلطة جديدة من خلال انتخابات النيابية جديدة يعني بالعالم كله عادة وقته بيصير ازمات متل ازمة لبنان واعمق او اقل حتى بيكون الحل انه البلاد اللي بيصير فيها الازمة بتروع انتخابات النيابية مبكرة انه بيرجعوا بيكونوا نحن ما قدرنا نروح على هذه الانتخابات نحن ما قدرنا عن مبكرة بدنا نروح على العادي بدنا نروح على العادي يعني هلا بعد شوية اللي عم يحكم بانتخابات مبكرة رح يضلوا يحكم من هون لقيار بس نفوت بقيار خلاص معاش في صحيح معاش في مبرر الدعو لانتخابات مبكرة لانه وصلنا على مسافة سنة ممكن فيك تأملها قبل فيك تأملها يعني مش سنة كمان اقل بعشر تشهر لانه ممكن فيك تأمل الانتخابات قبل بستين يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب اها صحيح يعني اليوم هايدي هي الحسابات الضيقة اليوم اللي علقانين فيها يمكن كل الافريقاء اه ما عم تخليون يمكن يتخلصوا من هالمواقف اه شو بده اليوم بده تنازل مين رح يقدموا هاي ده التنازل يعني انا بس يحكوا عن تنازل يعني فكر كأن كل واحد يملك شيء كل واحد يملك شيء وعم يعني كرم اخلاق منه وعم يتنازل يا قيلة مين عم تتنازل انت اذا تنازلت بتتنازل للبلد اللي انت عايش فيه اللي بتتدعي انك انك بتحبه وبدك تغبه شو تنازل يعني ما حدا اليه وكاذي حصريه باي موقع في لبنان لا بريح حكومي ولا بايشي تاني انه بتنازل شو ملك بايك يعني مين مكان مدال شو ملك بايه يعني انه بتنازل فيه الشعب اللبناني بده مؤسسي بده اسمه سلطة تنفيذية تتحمل مسؤوليات اخراجه من الازمة عمين بدك تتنازل لشو بدك تتنازل كيف اليك حق انت تعطل قيام هاي السلطة تأريف هاي السلطة بخلال تأريف الحكومي كيف باي حق باي وطني باي اخلاق من يعطل اليوم تشكيل هذه على الحكومة اليوم بعد كلها التقاضف والتلاشق من اللي بيتحمل اليوم المسؤوليين بتحملوا المسؤوليين وتحديدا رئيس الجمهوري ورئيس المكلف بيتحملوا مسؤوليين مباشرة بيضا موضوع لانه هن الجهة المعنية بالتأليف بيتحملوا مسؤوليين انه يعني ما باعرف انه اذا اسألت اي شخص بالعالم على اللي صاير بلبنان بيقول خي كيف هاتي شو هالمسؤولين عندكم شو هالسياسيين عندكم البلد منهار وقاعدين عم يتسلوا بخلافات وبتعطوا واختلفين على حصص وزارية وعلى هادي بياخد انا هاي الوزارة هادي وان صارت هاي هل بات من الصعب اليوم الوصول الى مساحة مشتركة بين الطرفين وتنزلات متبادلة بدوا لينزلوا في ظل تمسك كل منهما اليوم بنظرته الى شكل الحكومة الى حجم هذه الحكومة الى توزيع الحقائب والحصص الوزارية اذا ما بيصير حكومي خلال هاي الفترة معناتها يدبروا حالو الشباب يتحملوا مسؤولية كل اللي بيصير بالبرد هل يمكن للرئيس سعد الحريري برأيك بدوا يصير حكومي ان يعتذر هل هيدا شي ويرد لا ما في اعتذار لن يعتذر لن يعتذر يعني على المعنيين ان يفهموا بانه الاعتذار مش موجود ما في اعتذار انه انا بالاخر لقلك لقلك شغلي انه والله انا حبيت شغلي بعد شوية وكذا صلت عليها وكذا شوية بعد شوية ما عجبتني بخلاص منها ما بيصير فيه فيه صارت استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية بنتائجها وكل اللي بيعرف انه رئيس الجمهورية على مضض صح على مضض قبل ب هو يعني لانه لو بيطلع بييده لو بيطلع بييده انه ما بده الحريري هو ما كينبده وعبر عنه للموأس لكن الحريري سمتوا الارادة النيابية الكتل النيابية ايه بس ما فيك تقول انه انا لاني ما بدي اياب انه ضل كذا لحتى يعتذر ما فيه بالطائف ما فيه شي يلزم الرئيس المكلف صح صح بيمدي معينة يلزم الرئيس المكلف يلزم الحكومي عندما تنالي الثقة قبل ما تنالي الثقة يلزم الحكومي بعد تأليفها بفترة شهرين ماكسيموم لحتى تقدم بيانة الوزاري وتقدمها على الصلق على تاخد ساقة المجلس النيابية او متاخدها هادي المدة الوحيدة وعندما اصير الموضوع في الطائف انه تعالى نحط مده لرئيس المكلف اول انسان اعترض الله يرحم الرئيس صاحب اسلام قال له لانه بكرة بيصير اذا رئيس الجمهورية ما عجبه رئيس المكلف بيصير يقدم له هيداك تشكيلات يرفضها يرفضها لا يوصلوا على الفنش على النهاية بيقول له في العلبات هادي يعني ما تشوفه لا تشوفه لانه نحن بالاساس بلد قائم على انعدام السقة صح صح هادي هيدا المشكلة اليوم كل الناس ما بيوسقوا ببعضهم وهي دي اليوم الماضي وهي دي قصة العد وما العد ايه ما اللبنانية هذين بيعدوا بعضهم اللبنانية هذين بيعدوا بعضهم المسيحيين بيعدوا المسلمين المسلمين بيعدوا مسيحيين والسنة بيعدوا الشيعة والشيعة بيعدوا السنة والدروس بيعدوا ايه مع انه الرئيس الحريري دي ما بقول انه هو يوقف العد ولكن بيضال يستفز يمكن الاخرين وبيقلهم انه احنا ويربحوا نجميل انه هو قف العد أهمية الطائف شو عمل أرسى توازن أنه البلد ما بينحكم بالعدد مضبوط ما بينحكم بالعدد لأنه قيمة البلد بقيمة التنوع التنوع اللي فيه والطوايف اللي هي غنى مش مشكلة بلبنان الطائفيين هن المشكلة بلبنان مش الطوايف ولكن احنا عم نرجع نفوت إلى لغة طائفية كتير كبيرة حجم كل جهة بلبنان مش حجم العددي يؤخذ فيه يؤخذ فيه دورة في تأسيس هذا الكيام فيه تطوير هذا الكيام فيه حياة هذا الكيام يعني الدروز كانوا من المؤسسين شي اسمه لبنان الدولة هن مؤسسين والأموار نؤسسين والطوايف الثاني كلهم مؤسسين لهذا البلد كل واحد لعب دور ما بيتم التعاطي معهم على أساس العدد بديوا تم التعاطي على أساس العدد أنه أحيانا بيكون الدروز حصتهم مثلا بالوزارية بالحكومية أد نص الشيعة أد نص السنة إذا تحكي بالعدد ما بيطلعوا دروز أد نص السنة أو أد نص الشيعة والأمر نفسه ينعكس على الطواف المسيحية صح أصبح تمثيل بالحكومة وحسب ما قال به اتفاق الطائف هو تمثيل وطني لا يأخذ العدد في الاعتبار تمثيل يعني يعطي قيمة لهذه الجهة أو يعطيها حق بأنه تمارس أو تكون مشاركة في القرار الوطني عد وما عد هدا حكي هدا نحن بلد بالـ 2021 بالعالم كله ما فيه بجمهوريات الموز ما فيه هدا الحكي وليش منظل نسمعه يعني كمينا لأنه نحن طائفيين لأنه في هذه الطبقة السياسية طبقة طائفية دايما بس تنحشر تلجأ إلى الطائفة يا الله يساعد هذه الطواف على هذه القوات كان شد عصب يعني خطاب الرئيس سعد الحريري بـ 14 شباط وشو كان عم بيؤدن كشف خسين لليمغانيين يعني عم بيحاول أنا برأي رئيس سعد الحريري فيه شي ما هو حق فيه وفيه شي ما هو شي أنا يعني هلأ بجانب أنا يعني بقول باعتقد أنه فيه اشي كتير مضبوطة حكيها يعني مثل يعني عن الحكومة وغيرها مثل الموضوع الليحة الليحة لا فيه اشي واحد با يحكي الحق يعني فيه اشي ما هو حق فيها مية بالمية فيه اشي زاد الدوز فيها ونقذ المسيحيين بس حكي بموضوع المناصفة وكذا انه اعتبروا انه عم تمنننا وما تمنننا صح اعتبروا مثل التربيح جميلة لكن هو كان أنا برأيي ما بيقصد الإساءة بقدر ما كان عم بيحاول يظهر انه الحسن النية انه يا خي خلينا نحنا مش ما حدا بدي يلغي المسيحيين وما كذا عرفت كيف هو أصده هاك بس اني فهمه يمكن غلط فيه خساسية بالموضوع يمكن على هيدي الشغلة ولكن هن اللي عم بيطالبوا فيه المعيار الواحد اما يلتزم به مع الجميع واما يعني كمانا هيدا اللي عم بيطالبوا فيه هيدا نغمة المعيار الواحد اللي بيطلع فيها الطيار الوطن الحر نشأت بعد ان تم الاتفاق على ان تكون وزارة المالية طائف الشعية هادي انه المعيار الواحد يعني بتلاك تخلي للشيعة المالية خليلي نفط وخليلي كذا عرفتك هادي معيار شون معيار الواحد هادي هي هادي مقصود منها هاي يعني نشأت مقولة المعيار اعتماد المعيار الواحد لانه هادي حصلت بينما عندما اعطيت الشيعة للشيعة الطائف الطائف الشيعية الوزارة المالية وانا بعرف في طائف كيف كان الحديث عن هيدا الموضوع هادي اعتقيت لأسباب ميساقية ولأسباب تتصل ب اشعار الشيعة بالمشارك الفعلي بالقرار الوطني بعبر التوقيع الرابع بالتوقيع الثالث هادي ولذلك بعد الطائف اذا لاحصت تعاقب على وزارة المالية ثلاث وزارة من الشيعة وضلت مع الشيعة الى ان تولى الله يرحمه الرئيس رفيق الحريدي يأس الحكومي وحاول يعني هو اراد انه ياخدها هادي وصار في وقت حكي مع السوريين وكان انه جانب الشيائي قبل بانه انه الحريدي قدم ضمانات انا الضمان وانا كذا صحي ولكن يعني هني الرد على هيدا الموضوع بيقول لك انه هي غير واردة في الدستور يعني طائف الشياء القيادات الشيائية وقتها تنازلت عن هالموضوع لكن مش تنازل نهائي ولكن بيقول لك انه هي غير موجودة في الدستور اليوم والرئيس سعد الحريري لما تبنى ورشح نفسه قال انه سأتجرع كأس السم مرة اخرى وسأعطي وزارة المالية للشيعة كان كلمه كتير واضح بوقتها انه هو رح يتنازل عن هيدا الموضوع ولمرة واحدة فقط حدد ايضا لمرة واحدة فقط انا ما بدي اعمل محام الشيطان وقت بدون قال هيدا الكلام لماذا الاخرين يحق لهم ولا يحق لغيرهم اذا بدي احكي بالمنطق دفاعا عن حق الشيعة اي بس ما فهمتشو الفكر لو اعتبروا بين مزوجات بموضوع المالي فيه بالبلد اعراف فيكي تنكر انه رئاسة جمهورية وعطية الموارنة عرفها او لا في شي مكتوب انه الموارنة لازم يكون رئيس جمهورية مثل مش مكتوب انه الشيعة يكون انه رئاسة مجلسة مثل ما مكتوب انه السنام لازم يكون انه رئاسة الحكومة بالنص منه المكتوبين بالنص هادي اعراف عرف هذا اللي صار بموضوع المالي كمان عرف من هزي الاعراف ليش بدي يقبل بالاعراف الهايديكي التانية ليش بدي يضل ليش مثلا بيضل دايما الحاكمية مصرف لبنان للطائف الماروني ليش المدرية العامة لقوى الامر الداخلي دايما للسنة ليش كمان هوا مش مؤيد هادي 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 ماشي من زمان هادي من قبل الطائف موجودين يعني اعرافه لمنه لتغير لتغير بعض الطائف هو بالامر العام ونشأوا امن الدولي يعطيوا للشيعة رجعوا بالاخر يعطيوا للشيعة الامن العام هادي هادي المناصب تانية قيادت الجيش طيب كمان كمان مش مؤيدة مش مش مذكور ما حكي الدستور ما في بالدستور ما في بالدستور نص بيقول انه تعطى هذه توكى الرئاسة الجمهورية الى الطائف المارونية كذا ما في منه هدا الحكي وبالطائف هاونا بقول شاغلي كمان انا بعرفها انحكى بتكريس طائفية الرئاسات بالنص بالدستور ولكن ما حصلت ما كان حدا يقبل الرئيس حسين الحسين يطول بعمره وحتى رئيس صقب اسلام والاخرين رفضوا انه خير نحن ليش منكبل اجيالنا بشي ممكن تجي ظروف ما بيقود مناسب مثلا يكون رئيس الجمهورية طائف المعين ولكن احنا عم نعيش بزمن اليوم عم بتكون الاعراف اقوى من الدستور لا هي الاعراف لا رئاسة الجمهورية لا رئاسة الحكومة لا رئاسة المجلس النيابي بس رفضوا رفضوا هي اعراف قبل الطائف هي اعراف موجودة قبل الطائف اجل بعض انه خلينا نتكرسها بالدستور قالوا خلينا ما كان يقبلوا انه نحن بدنا نرهن اجيال المستقبل انه احنا هلا عايشين بتفكير معين قبلنين بعضنا انه انت المارون يخوت كذا وانا كذا يمكن اجيالنا الجاية ما تقبل لش بدنا نرهن مصير اجيالنا بمسائل يمكن هني ما بدون اياها وهكذا كان ما نحط شي بالناز ما نحط شي بالناز ما تقصمت وما نحط وما كتبت بيئة النصوص ما استحيل يكون في ناز اذا يعني بتأجر الطائف وحبط ما هو صار بالدستور لا لا حضرتك كنت موجود يعني بهذه الحقبة وبتعرف يعني خير معرفة هيدا الموضوع ما فيه مستحيل ما مردت بدحك انا بس يقوله مكتوبي بالدستور هاي القصة هادي لازم الطائف كذا من صحيح النقاش اللي صار بالموضوع بموضوع وزارة المالية واتوفي هايك حتى بموضوع مجلس الشيوخ طيب ليش قال الرئيس سعد الحريري هيدا الموضوع يعني حتى بموضوع مجلس الشيوخ حتى بموضوع مجلس الشيوخ ليش بده يربي حجميلة بهذه الطريقة ايضا للطائفة الشعية وقال لهم رح اتجرى كأس السم ومرة وحدة لا لا مش مظبوط طيب كمانا هيك اعتبر ايه اعتبر هذا مش مظبوط هذا الحقبة ما صحيح ما لازم يكون هايك ما لازم يحكي هايك اصلا ما لازم يحكي هايك بدك تقبل بهاي بدك تقبل بهاي القاسي وداني بيعرف دايش نعطي الطائفة الشعية وزارة المالية يعني اكيد الرئيس سعد الحريري بيعرف هيدا الموضوع حلا ما بعرف اذا بيعرف بس الله يرحم وبيو بيعرف لانه وبيو كان شريك بيطبخ اتفاق الطائف ايه وليك هل فينا نقول انه ما بيعرف وكيف عطيه وزارة المالية لبيو كان ما عملت رئيس حكومة وزارة المالية وبعدين جاب او حط حد لرئيس فؤال سانيورا وزير دولي شؤون مالية حتى بعدين قالت الى رئيس سانيورا طيب يعني هو طرح نفسه اعطى قدم نفسه انه انا الضمان امام القيادات الشعية انه انا الضمان بضمنكن انه اللي انتم يعني بموضوع مشاركة انه انا بضمنه يعني اكيد الرئيس سعد الحريري يدرك هذا الكلام جيدا ويدرك يعني هذه الحقبة من تاريخ لبنه لازم كان يقول تجرعت السم اي يعني بس لان بكرة بيقول الفريق التاني والله نحنا تجرعنا السم لانه قبلنين ببقاء حاكمية مصر في لبنان للمورنية او بقاء مديرية العامة لقوال ام الداخلي للسنة او او يعني في شي بيمنع الاخرين يقولوا والله نحنا بتجرعين السم هاك بهاية طريقة بندار البلد بعدين شو بي وزارة المالية يعني ليش بدأ تكون سم لأي كان يعني يعني ليش بدأ تكون سم سعد الحريري هو من عبر خلاله مقابلة تليفزيونية عن هيدا الموضوع يعني يعني يحكى فيه بهذه الطريقة الطائف بيقول بالتوازن بيقول بالمشاركة بيقول بالتعاون بيقول بالتوازن بين السلطات مثل الدستور التعاون الفصل بين السلطات والتوازنها وتعاونها الطائف بيقول عمله حكومة تمثل كل المكونات الطائف بيقول لغوط طائفية لحتى نوصل للبنان دولة لبنان الإنسان طائف بيقول كتير أمور ما اتطبقت استطاري يعني يقول كل بيعرف أنه طبق بطريقة استنسبية اليوم هيدا الخوف عند الأفريقاء السياسيين رغم أنه في عندهم حلفاء داخل هذه الحكومة إذا بدنا نقول عن فريق التيار الوطني الحر في عنده حلفاء ومنهم حزب الله قيل له قيل له يعني إذا بدنا نقول فيه طلط ضابن معهم قيل له ليش الخوف اليوم لأنه لغاية وإذا بدنا نسلم جدل أنه هني عم بيطالبوا بالسلطة المعطل رغم أنهم يرصدون لغاية ولا حيث أبقت لهذا الوزير جبران باسيل بكل بساطة يعني لماذا أصلا أنه يكون عنده طلط معطل أو طلط ضامن من لون من واحد لا أقول له حلفاء وأنه لا نحن وياك بنعمل طلط معطل إذا بدك طلط معطل نحن وياك بنعمل ثم طلط معطل عشو لتعطيل شو ببلد بالحضيد تحت بالهاوي تحت عشو بده عطل ناقصه تعطيل لبنان بعد لحتى عشو فأنا نشو أنه لا إلا إذا فيه حسابات رئاسية حسابات مستقبلية حسابات تتعلق بصحة رئيس الجمهورية يطاول بعمره يعني مثل ما كنا عم نحكي ببداية حديثنا أنه اليوم الكل عم يعمل حسابات للمستقبل أنه ممكن هذه الحكومة أن تبقى إلى أجل غير مسمى وخصوصا إذا صار في فراغ رئاسي بيعتبروا أنه رح يكون الفريق السني هو الذي سيحكم البلد في ظل هذا الفراغ الرئاسي أو بيحكوا بالطائف مش هيك قلت لي هيدا اللي بيفكر هايك هيدا بيعرف بيعترف بالطائف هيدا الفريق اللي بيفكر هايك بعايش المخاوف بعده فكر بالطائف بيملتزم الطائف اللي بيتشدقوا كل يوم كل واحد منهم بيقول بدي الطائف وننفذ الطائف نصا وروحا والسكمال تنفيذ الطائف ولا منهم حدا عم بنفذ الطائف واللي عم بنفذوه تنفيذ مشوه يا أصلا هيدا الفريق إذا بدك التيار هو ضد كان اتفاق الطائف هو أصلا كان بس هلا هو بنعمة الطائف موجود هو موجود بالسلطة بالنيابي وبالوزارة وبرئاسة جمهورية كله بنعمة الطائف هو بيقول لك اليوم موجود بشعبيته اليوم هي شعبيته 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 بالوكيلة من الشعب اللبناني وتمثيله العالم بوادي والهازي الطبقة السياسية بغالبيته بوادي تاني ما حدا عم بيفكر من الناس شهيدة شو بيحكي وفلاش بيحكي وحياتك ما حدا عاد فرق معه الناس بده تعيش الناس بده تتأمن مستقبلها الناس عايش في حالة انهيار اللي اصحاب الودائع مش عم يقدروا يحصلوا عجزق يسير من ودائعه الاسعار اكل الاكل رواتب العالم ويعني فيه بلد بلد يعني فيه بحالة يرسلها يعني على ارض قاعدين عم يتفلسف وبيحكوا بدل ما يروحوا يعمل وفيه غياب تام ازا بدنا نقول اليوم للسلطة بس انا بقلك هذا الحراك الشعبي رح يرجع يتجدد سيتجدد بس بس بدي يكون متحرر من كل القوى التي سفرات غير سفرات كذا هذا كله هذا كله هذا هذا ما بقى بقى ما نيكن يعني اذا بدنا نقول الشعب ايضا من هذه الفئات الناس عم تتألم من الجوع الناس احتزل على الشارع لفرق معه على سفرات ولا فرق معه على احزاب صحيح هو المستغرب والمستهجن اليوم كيف سكتي على كل هذه الحيلة الاجتماعية اللي نحن عايشينا ايضا صحيح في كورونا ولكن كمان الاسعار والغلاء اللي عم يحصل اليوم بالبلد كمان يعني هو اللي لازم يعمل ثورة هالحكومة المستئلة هالحكومة المستئلة وانا استقلنا يعني خلاص بنقعد بالبات ومنتحقل على مسؤولية في عشرين في مئة صنف من المواد الغذائية اللي هي محلية وطنية عم تتسعر على اساس الدولار تسع تلاف عم بتباع للناس هذا البحل الزراعة ليش بدها تتسعرها على الدولار تسع تلاف بيقولولك عم نجيب السماد والمواد الاولية عم نجيبها من الخارج يوم كل حدا عنده حجة كيلو البندورة بعشر تلاف ليرة وكيلو البطاطا ما بعرف هذي هذي بالحد الأدنى هذي هذي محلي ما قالو علاقة بالدولار ولا قالو علاقة بالعشو تب لماذا اليوم نشروح ان العالم ما عم تتحرك تجاه هيدا الموضوع بالتحديد روحوا يعملوا حكومة خليها تشتغل للناس مش تشتغل ليران مطلوب حكومة تشتغل للبلد وللناس وهني روحوا يشتغلوا انتخابات هني عم يشتغلوا انتخابات عم يشتغلوا لو مستقبلوا السياسة اليوم ستكون نتائجة مفاجئة جدا لكثير منهم بنتائج الانتخابات الجاي بتشوفي وين القاعدة الأكثر تغيرا رح تكون وصارت معروفة اليوم الأمور استثارة أنه فقط بمكان واحد رح يصير فيه تغيير يمكن صح؟ كل الناس تكتوي بنار الغلاء وبنار الانهيار الاقتصادي والمالي هؤلاء الناس اللي ما مارسوا ثقافة المحاسبة في السابق رح يمارسوها هل التدقيق الجنائي هو ما يعرقل تشكيل الحكومة؟ هلأ تدقيق الجنائي لازم يصير اليوم قبل بكرة ومبارح قبل اليوم صح صح بالمبدأ صح ولكن اليوم تدقيق الجنائي هو الذي يكشف عورات الجميع أو علينا نقول المتورطين من هذه الطبقة السياسية إعاقات اللي إله صارت هي إعاقات مقصودة تدقيق الجنائي نحن دولة إذا دولة ما بتعرف شو عم تصرف شو عم بيفتلة وشو عم تصرف في بيته واحد إذا ما عرف شو عم يصرف وشو عم يقبض وشو عم يصرف ليعمل هالتوازن ما فيش إيش فكيف دولة بإمه وبينة عم تصرف وبتفوت وبتطلع وهذا بيسرق وهذا بينهب وهون فساد وهون كذا ما عارف ما عارف ماليتها اللي معقول مثلا مصر في لبنان مثلا يكون لحاله جزيرة إمارة لحاله ممنوع للدولة اللبنانية يتدخل فيه وأنه مال الشعب اللبناني فيه اللي معقول مصر يصير أقوى من الدولة حاكم مصر في لبنان صحيح وحتى اليوم فيه انتقادات كثيرة لشركة التدقيق الجنائي الفاريس أد مارسل اليوم بأنه لم تتلقى أجوبة مقنعة من رئاسة من حكمية مصر في لبنان يعني رغم التفويد اللي أعطاه مجلس النواب وبرفع السرية المصرفية بعده فيه تهرب اليوم من الأجوب الواضحة بعدين ادعاء السويسي معنى الشي يعني عم ياخدوا الأمور باتجاه أنه والله قصص بمصر في لبنان أنه ادعاء الفعلاء بتحويلات لمصر في لبنان هي لا مش صحيح شو لكين؟ هي تحويلات لحاكم مصر في لبنان أنت مقصود عم بيقولوا أنت إلك تحويلات هلأ صح مش صح بس الادعاء بهذا الموضوع يعني القضاء السويسي فاتح الموضوع بهذا المعنى مش بالمعنى التاني أنه تحويلات من مصر في لبنان هل رح نوصل لنتيجة بهذا الموضوع بالما نختم الحلقة استيستاري أنا بتأديري بدنا نوصل لمحل في حسابات ينبغي أن تفتح لكل الفاسدين في هذه الجمهورية هذا شو تمني؟ تمني ولا بده يكون واقع لا 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 يستحيل أن ينتهي بدون فتح حسابات واستعارة مال منهوم يستحيل وأي جهة دولية بده يتبيروا هاو دي الدول ليكسبوا ويأدبوا حنور الشعب اللبناني موقزين سيتبيروا في العمل في هذا طيب هيدا شد الحبال اللي عم نشوفه اليوم هو جزء من هيدا الموضوع في ناس عم تحاول زد تخطوط دفاعية في ناس عم تحاول تتلافى ما سوف يكون هيدا هي الحسابات السياسية الضيقة اليوم عم تنعكس يعني ما في شيء بيكبر إلا بده وصغر ما في شيء سرقة إلا بده تنكشف بالآخر في جريمة مرتكبة بشعب بأمه بي صحيح في جريمة في شعب خسر ودايعه ما بيعرف ويني حتى هذه أرضها بالآخر هذا المال المنهوب بده يبين منهبه يعني تنشوف إذا هالحقائق يوما ما ممكن أنه تبين سوف ترينها سنصل إليها ممكن أنه تبين سنصل إليها لأنه بين ابنين ما تعودنا نشوف حقائق صراحة لكن هلأ بدي أقولك هون شغل فيه بدي أختم لعنه فيه ايه فيه ايه ايش كنت بدي أقولك عن الحقائق التي ستكشف ورح تبين مع الأيام ايه هيدا اللي صار مستحيل المحبة ومحايا هيدا اللي صار مستحيل المحبة ومحايا وللأسف أو مش للأسف لا بالعكس القوى الدولية للمتعاطي بموضوع لبنان ما عم تنظر بعين أنه والله بدي نال من فريق وإكش بحسابات فريق وفريق تاني المطروح أنه نعف كل هذه الطبقة السياسية لإعادة تنتاج طبقة سياسية دي والنعف رصير من خلال فتح ملفات فسادة لذي تنشوف لأنه يمكن هلأ يمكن يستفيد الشعب اللبناني من هذه نحن مش كرمال سوادي عنيونا لأنه عم يرجعوا يبنوا مصالح بالبلد هولي أحد طرقهم اللي قاعدت بناء مصالح وإعادة إمساك بالبلد أنه يكشفونا هولي الفيزدين وقدمونا حالو أنه الناس موقزين أنه هن الصالحين يعني أنا خلص وقتنا أستاذ طارق هن القوى الدولية بقدموا حالو أنه هن موقزين بهموا نحاق بصح الشعب اللبنان صحيح وطبعا هن في مصالح صحيح في مصالح هن جايين كرمالا للأسف خلص وقتنا بدي تشكر حضورك معنا مدير تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ طارق ترشيشي وأيضا مشاهدين الكرام أشكر لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر